يوجد في القرآن شجرة هذه الشجرة ضرب الله بها مثلاً أيضاً من الأمثلة ما هو؟ الله نور السماوات والأرض يقذف نور العلم والإيمان نور الهداية في قلب عبده المؤمن فكيف يصبح القلب إذا قذف الله فيه النور؟ مثل نوره يعني في قلب عبده المؤمن كمشكات الطاقة في الجدار الفتحة فيها مصباح الفتيلة التي توقد المصباح في زجاجة شفافة حتى يرى كل ما غنالك المصباح في زجاجة الزجاجة في توهجها كأنها كوكب دري أرأيتم هذا الكوكب الدري في السماء شديد اللمعان؟ يوقد من شجرة مباركة زيتونة وكود هذه الفتيلة المصباح من زيت زيت زيتون خالص نقي من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية فلا يأتيها نور الشمس إلا في الصباح ولا غربية فلا يأتيها ضوء الشمس إلا في المساء ولكن متوسطة كزيتون الشام لا شرقي ولا غربي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إذن هذه الشجرة التي ضرب الله بها هذا المثل شجرة أخرى تذكرنا بنور الله الذي يقذفه في قلب عبدي المؤمن نسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان واليقين